تفاعل مع طلبات فرق المعارضة والأغلبية للتحدث في موضوعين طريق وهو الأزمة الخطيرة التي تعيشها كلية الطيب اليوم كانت تفاجأوا أن الأمين مقرع لنتشم ورسلة توصل بها المجلس من طرف سيد الوزير المعني هذا يدل على أن الحكومة تحتاق البرلمان يقولنا لماذا لا يريد أن يجوا واذا لا يريدون أن يعطيات واذا هذا الأمر لا يستعجل واذا هذا الأمر لا يهمه اليوم كانت أزمة خطيرة وشعلة وغير البارح كان ينزل كبير للأسر والحكومة لا يهمه هذا الشيء خطير للسيد الرئيس هذا أنا كنا نهدر ما شيء كنتمي لفرق المعارضة كمجلس اليوم الحكومة تستثير بهذا البرلمان وما مسوقها لنا ولا لها الطلبة ولا للأسر بغينا سيد الوزير يقولنا لماذا لا يريد أن يجي يتحدث وعلى أقل يعطي قيمة المرسلة التي تم ويتم ورسالتكم ويتلع لي هالسيد الأمير على ما شيء وش عنده شيء عضر لي ومقبول أو لا لا شكراً الأمر أول أنه تقدمنا الأسبوع لنفس العنوان بل بنفسي الطلب حولها كلية الطيب ودورة اللي مدازات شو إلى غير بكل المعطيات إضرابات اللي كان في كلية الطيب والمقاطعة دي الامتحانات واللي كان سببها عضو في الحكومة كان تفاجئوا المكسب ما قبلش ديالنا السمان اللي مضات وقبل الربع آدابة كيموش كي يجوج من الأغلب يجوج معارضة كنا كنتظروا أن الحكومة تجي طبعاً يمكن لوزير مشال قام بياقل ونا ومحضر شاة السمانا ولكن راكي الناطق الرسمي باسم الحكومة وكان حاضر في الحوار كان حاضر في الحفر ويذلك هذا الموضوع لليوم لا يوجد شيء حاجة اللي هي خطيرة أنه المستقبل ديال الأبناء ديالنا وديال المستقبل ديال الأطيب بعد المستقبل كله رهين بيحل هذا الشيء وقريب الحكومة ورئيس الحكومة تحديدان خصوة يعطيه وقت لهذا الشيء بجي حلوه أنه بعد القرار ديال المكتب ديال الاعتماد أو تفعيل هاد الألية الرقابية ديال التحدد في موضوع طارئ وبعد تبني الموضوع ديال المقاطعات الامتحانات في داخل كلية الطب واعتماد جوجد نواب جوجد الفروق ديال المعارضة وجوجد الفروق ديال الأغلبية ليوم ما كان حتى شيء جواب رئيس يعني الوزير المعني لا يجيب الحكومة البرلمان أيضا لا يعطي توضيحات في الأمر ناطق باليعني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لا يعطي توضيحات ما نعرفش من توصيف السيد رئيس ممكن نقوله له هذا العمد كتر من العبت عبت بأنها آليات كانت تفقع لها جماعة في المكتب برؤسة الفروق من بعد التفعيل ديالها واللي كم من آلية رقابية اللي كتحسس المواطنين وكتطمأنهم مئات الآلاف العائلة اليوم قلوبهم يعني أيديهم على قلوبهم لأن أبنائهم على بواب سنة بيضاء وبدل من نعطيهم الجواب كنعطيهم الخواء لا أحدا حاضرون بالحكومة استهتار اللي كتعرفها الجلسة غياب خمس قطاعات عن الجلسة هذا استهتار واستخفاف بالعمل التشريعي ما يمكن لناش أن الحكومة تعامل مع البرلمان بهذا الشكل هذا عيب وعار وحنا في هذه اللحظة هذه قطاعات حيوية والمواطنين كيغلي والشارع كيغلي موضوع عملية مرحبة مواضع اللي مهمة والقطاعات غيبة حشو موعيب أننا نوصل لها الدرجة هذه حشو ما أنه يكون استهتار بالعمل البرلماني وعمل التشريعي بهذا الشكل هذا المجلس ضروري يخصو يتحرك مجلس النواب هذا هذا البرلمان نحن سلطة شريعية لا يعقل أنه يكون استهتار بهذا العمل دينا لا يعقل وشكرا نواب بعد أن تأكد على أن الموضوع عام وطارئ وله راهنية بالفعل قرر الإحالة على الحكومة توصلنا من الحكومة بهذا الجواب الحكومة تعبر على أنها غير مستعدة للتفاعل مع هذه الطلبات المقدمة إليها هذا أولا ثانيا إلي اسمحته على مقاطعتك السيد الرئيس مقاطعتك شو عطتك أول كلمة رجاء سيد الرئيس سيد الرئيس عبدالله أبوانو أثار نقطتين قال على أنه تقدم بطلب سابق في نفس الموضوع واستغرب كيف أن مكتب المجلس لم يستجب للطلب في الأسبوع الفارط واستجاب للطلب في هذا الأسبوع الأمر ليس كذلك لأن الموضوع كان هو الاحتقان ديال كلية الطب وطلبة كلية الطب هذا موضوع أصبح مستهلاكا هذا موضوع منذ مدة موضوع ليس طارئا الطارئ الذي قبله المجلس هو المتحانات أي مقاطعة المتحانات لذلك طلب عندما تعلق بمقاطعة الامتحانات بالفعل هو الموضوع ديال الراهنية الآن لذلك كتم قابله وإحالته على الحكومة يكسد الرئيس على تلاوات المراسلة ومن المفروض كان يتلوها الأمين لأن الأمين لا لا توصل بس ممكن أن يكسد الرئيس لأن هذا جواب كافي وشافي على الأزمة ديالطالبات كلية طيب شكرا إلا أن سيد الوزير المحترم لم يأخذ الوقت القليل لذلك كان مفروض تكون فيها الإجابة وإجابة صريحة الموضوع لأن الأمر يتعلق بما صير ما صير ولداتنا ما صير البلاد طبعا كما قلت لكم نحن الدولة فوق كل اعتبار ولكن في نفس الآن ولداتنا راتقليد فأنقناه أقدركم عاليا فالتفاعل ديالكم مع هذا نقاط نظام الحكومة لا تريد أن تجاوب معنا في هذا الموضوع ما نريد أن نقاط 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 أ Spanish مع المجلس دورة لأن المجلس دار مبادرة قبل من هذا الشيء وبغ الايت توسط والحكومة ن줄 فاته وهذا الوزير هو الانسو وسمعوني نقولها بكل هذا الوضوح الشيء الذي يطلبون منه أننا طلبة اليوم كتوعوا مدوجة الانتحام نحن نساهمه في سنة بيضاء غير ممكن وغير معقوم سحاب فرق المعارضة نتيجة عدم تجاوب المكتب دي المجلس النواب اليوم مكتب مجلس النواب تفاعل وبدوري سأريد أن أشكركم كثيرا على الوضوح والصراحة في قراءتكم للرسالة والجواب دي العقم ولكن هذه الجواب رأخ خطير بالنسبة لنا تعلم أربعات الفرق من أغلبية ومعارضة تتقدموا الوزير للسؤال لكي أعطي الوضعية دي البلاد لإشكال حقيقي كتعرفوا البلاد وكي يرفض الوزير أن يتقدم أمن الحكومة وتترفض الحكومة أن يتفعل إذن في هذا الوضع كيف تقولنا الحكومة؟ كيف تقولنا الحكومة؟ نسحبوا لأننا مع الناش لم يكن لكم لكي نجاوبكم ولهذا سنأخذوا هذا القرار كمعارضة لأننا لا يوجد الحكومة لتجاوب معنا شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس من الموقع دينا دي الأغلبية بغينا نفهم أسباب دي العدم الحضور سيد الوزير ربما هناك عائق ضروري اللي خلال أنه ما يجيش يتفاعل مع هذا الموضوع اللي هو جد مهم وكيهم شريحة كبيرة من المواطنات ومواطنين وبالتالي كنت طلب رفع الجلسة نجتمع مع السيد الرئيس المجلس النواب باش نتفهموا هذا الوضعية كيفاش ديرها وباش نعرفوا الأسباب دي العدم الحضور دي الحكومة وإلا كانت أسباب موضوعية سنرجع ونواصله كانت أسباب أخرى سنشوفها مع السيد الرئيس المجلس النواب وبالتالي كنت طلب رفع الجلسة للتشاور مع السيد الرئيس المجلس النواب فريق دستوري ديمقراطي اجتماعي نظرا لما وصلت إليه الأمور فيما يخص المسألة والتساؤلات دي الفرق المعارضة فما يمكنش أن الجلسة تستمر من جانب الأغلبية بدون حضور المعارضة فليس فقط للمعارضة هذا موضوع دي ولداتنا ولدات المغاربة كاملين وفعلا نحن كأغلبية كذلك نطالب السيد الوزير أنه ويجيح ضرعنا لأن ولداتنا وبنات المغاربة اللي ضحوا عليهم الآن كيعيشوا واحد إشكالية كبيرة في المستقبل ديالهم شكرا اليوم واللي غادي يدوي هنا غدا إن شاء الله جميع إذن كيخصنا واحد المشاورة وباش أننا نقدروا نوصلوا الواحد الحل لأننا في نهاية السنة 24 ألف طالب وقفة سيد الرئيس شكرا تعليم موضوع مجتمعي لا يهم وزيرا بحدداته يهم المغاربة أجمعي حكومة ومعارضة ومجتمع مدني وكل طاقات الحية بالبلاد هذا المشكل ليس لأنه حزب بعينه أو وزير بعينه خاصة تضاف الجهود ديال جميع وخصوش يستغل سياساويا استنجوفوا المصلاحات المغاربة أنا تنمشي مع رأيي ديال الزميلين ديالي رئيسي الفارق قين محترمين ما يمكناش ما نحاولوش نبتلو المجهود من أزل إنجاح لجلسة الدستورية هذه النقطة الأولى لذلك تنطلبوا منكم أنكم تمشيوا في هذا تعطينا واحد الفترة واجزة للتشاور هذه النقطة الأولى النقطة التانية نأكدوا في فارق التجموعة الوطنين الأحرار أننا مع رهينية هذا الموضوع مع أهميته وبغينا نتحاولوا فيه وبغينا تكون معارضة وبغينا تكون الحكومة نحن نفهمو الظروف اللي جعلت أدنا الحكومة ما كيناش ونحاولو نتعوب واحد ساعات الصدر باش نفهمو الهواجيس ديال كل طرف ونتمناو تقبلو طلبنا أسأ نحرصو على تطبيق القانون ما أثير لا علاقة له بمكتب المجلس النواب ولا بالمؤسسة الشريعية لذلك المبرر الوجيه الذي يبرر الآن رفع الجلسة هو أن هناك طلبات قدمت من ساد الرؤساء لهذا الموضوع وأعتقد مقتضية المادة 148 تخولكم ذلك لذلك نرفع الجلسة لمدة 10 دقائق